إنه ممكن يحصل إجهود وارد تعمل تشوهات فيه أستاذ إسحاء بعض المواد الكيموية الدرة جدا تمام اللي بتعمل تشوهات خلقية في الجنين طب أنا هقول لها حركة لحاجة يعني برضو دي ملحوظة لطيفة نقولها للناس النهاردة أي بنت هتتجوز سواء قرارت تحمل أو لأ في بداية الجواز يفضل إن هي تروح لدكتور النسا قبل ما تتجوز مش بعد ما تتجوز وتبقى حامل تقول له أنا عملت تحليل لديت حامل فاجت لك لا يفضل قبل صح كده قبل الجواز هتقول له أنا كنت هتقول له أنا بأخد مثلا بعالج شعر عشان يوم الفرح بعالج بشريتي فبأخد الحبوب دي فتنصحنا بإيه بتعالج النصيحة الطبية دي مهمة جدا 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 تمام الدكتور المعالج كمان دكتور جلدية اللي أنا بتعالج معي لازم أقول له مثلا أنا عندي فرح في اليوم الفلاني أو أنا مستنية طفل أو حتى المتجوزة وعندها بيبي ومستنية طفل تاني فلازم برضو تبطل أي الحاجات اللي هي بتاخدها سواء بتاخد حاجات عن طريق الفم ماشي أو حاجات عن طريق على الفروة أو على الجيل